اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من دورة تعليم برنامج أهدوب الستريتر ضمن دبلوم التصميم الشاملة نستكمل إياكم سلسلة تعليم برنامج الستريتر ورح نأخذ في هذه المحاضرة الأعدات روتايت والأعدات رفلكت لو اجينا بمجموعة الأشكال كلك ايمن اختارنا مثلا هذا الشكل طبعا رسمنا هذا الشكل وطعنا عفد لون معين وليكن هذا اللون سترك رح يكون بلا تمام جدا ومن أداة الموف تول رح نجي نسحب هذه الكرات أو الدوائر إلى الأسفل بحيث يصير عندنا بهذا الشكل ممكن أن نرفع بهذا الشكل لو اجينا على الأداة روتايت هذه هي الأداة روتايت نضغط عليها وطبعا ندور الشكل بشكل مباشر هذا الشكل رح يدور بالزاوية اللي احنا نريده عدنا هنا أداة اللي هي أو الأنكر بوينت هذه اللي هي نقطة مركز الشكل يعني لو اجينا دورنا الشكل رح يدور من النص لو اجينا هذه النقطة خليناها مثلا بالأسفل واجينا دورنا الشكل رح يدور من الأسفل ليش لأن نقطة المركز صارت بالأسفل لو اجينا ضغطنا Alt وكليك على النقطة Alt وكليك على النقطة رح تطلع لنا هذه النافذة هنا نكتب الزاوية مثلاً 45 نقدر طبعاً هنا عدنا Preview إذا ضغطنا على أوكي رح تتم عملية التدوير أما نضغط Alt مرة ثانية أما إذا كتبنا مثلاً عشرة أو مثلاً أربعة خمسة واختارينا Copy وليس أوكي رح يدور لنا النسخة المستمسخة وإذا أريد أكرر هذه العملية أضغط على Ctrl D Ctrl D ورح يتم عملية التدوير إذا أجي أحددهم بني كلهم وأقلل الأوبستي مثلاً بهذا الشكل ألاحظ أنه رح يصير عندها الشكل الجميل طيب لو عندي هنا شكل مثلاً هذا الشكل وهذا الشكل حبيت أنه أكرر على دائرة معينة وليكن هذه الدائرة هذا الشكل أحب أكرر على هذه الدائرة أحدد الشكل وأروح على الأدات Rotate وضروري أنه المركز يكون بمنتصف الدائرة أضغط Alt وأبقى ضغط على Alt وأسحب المركز طبعاً وأني مستمر على الضغط على مفتاح Alt وأسحب المركز أخلي بالنص وأترك Alt أجي أحسب كم نسخة أنا أريدها يتكرر مثلاً أريدها عشرة فأجي أكتب الدائرة كلها 360 أقسمها على عدد النسخ عشرة مثلاً وأضغط Copy نضغط على المفتاح Copy ونجي حتى نكرر هالعملية Ctrl D مثل ما تلاحظون أصبح عندنا هالشكل طيب نكثر عدد النسخ ونخليه مثلاً 50 فنجي على الأدات Rotate نضغط على Alt ونبقى ضغطين على Alt نسحب هالشكل ونخليه بالمركز ونقول 360 تقسيم 50 طبعاً نختار Copy وليس أوكي حتى يبطينا النسخ Copy راح يسنسخ لنا مرة واحدة نجي Ctrl D نكرر العملية مثل ما تلاحظون أنه راح يكرر لنا العملية طبعاً نقدر أنه نحدد الشكل كله ونقلل من الأوبستي يبطينا هالشكل الجميل اللي هو شكل الشمس طبعاً نقدر نصنع أفكار جميلة جداً مثلاً من ضمن هاي الأفكار ممكن نقدر نصنع شعارات نقدر نصنع تبويبات Infographic نقدر نصنع أمور كثيرة راح نتعلمها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة مثلاً راح نجي إلى هذه النقطة راح نخليها بالمنتصف وهذه النقطة أيضاً راح نخليها بالمنتصف ونجي إلى هذا الشكل طبعاً نضغط على الأدات Rotate ولا ننسى أن نقطة المركز نخليها بالمنتصف ونقول 360 تقسيم 40 أو 45 ونجي على Ctrl Z نلاحظ أنه راح يصبح عندنا هذا الشعاع أو الشمس طيب نقدر نحددهن كلهن ونقلل الأوبستي راح يبطينا هالتأثير اللي هو التأثير الشمس طبعاً ممكن نقدر نغير لونهن نمطيهن مثلاً هذا اللون يبطينا هالتأثير الجميل والأنيق الأدات Rotate من الأدوات المهمة جداً والتي راح نستخدمها هواي في إنتاج الشعارات والإنفوغرافيك وكذلك الرسومات لو ضغطنا كليك أيضاً عن الأدات Rotate عندنا أدات أخرى اللي هي الأدات Reflect لو أجينا هنا بأدات Pen Tool رسمنا مثلاً هذا الشكل هذا الشكل طيب هذا الشكل راح نصغره ورح نستنسخها نخليه بهذه المنطقة ورح ندوره بي طبعاً نقدر مباشرةً من خلال أدات Selection Tools نضغط على Shift حتى يدورنيها بزاوية معينة أصبح عندنا شكل أفقي وشكل عمودي لو أجينا على الأدات Rotate وضغطنا Alt Alt وكليك على المركز طبعاً هذا المركز راح نخليه به هذا المنتصف هنا وعندنا هنا عندنا Horizontal Reflect يعني إنعكاس عندنا إنعكاس أفقي وإنعكاس عمودي طبعاً راح نختار الانعكاس اللي هو Vertical يعني الشكل عمودي وطبعاً نقدر Copy ونقدر إنعكاس بشكل مباشر طبعاً نقدر Copy ونقدر إنعكاس بشكل مباشر أخذ الآن Copy وبالتالي راح يصير عندنا شكلين نجي إلى هذا الشكل أيضاً راح أريد الإعكاس يكون هنا فلابد إن المركز يكون بالمنتصف أضغط على طبعاً أول مرة نحدد الشكل ونروح على أداة الإنعكاس نضغط على Alt ونسحب الشكل لنخليه بهذه المنطقة راح نختار الإنعكاس الHorizontal لأنه هو الشكل أفقي ومن ثم نختار Copy مثل ما تلاحظون أصبح عندنا الإنعكاس أفقي هنا عندنا إنعكاس عمودي وهنا عندنا الإنعكاس أفقي طبعاً هذه الأداة نحتاجها من الأدوات المهمة أيضاً ولكن أقل أهمية من الأداة Rotation إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح ناخذ تطبيقات جميلة وسلسة وإبداعية نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى